تنفيذا لتوجيهات جلالة سيدنا حفظه الله العمل على بلورة خطة شاملة عادلة ومدروسة لضمان العودة السالمة لأبنائنا الطلبة في الخارج عملت الحكومة على مدى الأيام الماضية كل الجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع خلية الأزمة القوات المسلحة الأجهزة الأمنية المخابرات الأمن العام الداخلية كل الجهات المعنية من أجل الخروج بألية تضمن عودة متدرجة آمنة لطلبتنا تنسجم مع الإجراءات الوقائية التي هي ضرورة لنا جميعا والقاعدة التي انطلقنا منها هي القاعدة الأولوية التي حددها جلالة الملك وهي حماية صحة مواطنين داخل المملكة وخارج المملكة سنبدأ بخطة متدرجة مدروسة محدداتها الأساسية هي القدرة على ضمان صحة وسلامة الطلبة الذين سيتم نقلهم وأيضا الإجراءات الوقائية المتاحة في المملكة وسيتم الآن إطلاق موقع منصة إلكترونية safelyhome.gov.jo عودة آمنة نقطة الأردن بحيث يبدأ الطلبة بالتسجيل فيها سنعطي ثلاثة أربعة أيام مدى ليستطيع أبناؤنا الطلبة التسجيل في هذه المنصة ومن ثم سنبدأ بفرزها ضمن أولويات سأطرحها عليكم الآن وبعد ذلك نعلن رحلات جوية من أجل نقل الطلبة إلى أرض الوطن أعداد الأردنيين خارج الوطن كبيرة والإرشادات التي زودتنا بها وزارة الصحة والجهات الصحية المعنية هو أنه كل من يستطيع أن يبقى في بيته يكون قد خدم نفسه وخدم وطنه وجنب أهله وجنب نفسه خطورة التعرض للإصابة لا سمح الله ثمت مخاطرة في التنقل من مكان الإقامة إلى المطار ومخاطرة في الانتقال أيضا في الطائرة إلى أرض الوطن وبعد ذلك الانتقال من المطار إلى مكان الحجر لذلك الإرشادات الصحية التي أتتنا ونصيحتنا إلى أهلنا جميعا أن كل من يستطيع أن يبقى حيث هو في المرحلة الحالية على الأقل هو ضمان أفضل لصحته ولصحة أهله لكن من يرغب بالعودة سنعمل بكل إمكاناتنا لتأمين عودة سالمة وآمنة ومتدرجة سيكون هناك أولويات هناك حوالي 35 ألف طالب أردني يدرسون خارج المملكة سنعطي الأولوية بداية لبناتنا الطلبة ستتم عملية التسجيل وعندما يبدأ الفرس ستكون الأولوية للطلبة الإناث بعد ذلك الخرجين وطلبة السنة الأولى وبعد ذلك بقية الطلبة أولوية أيضا لطلبة المدارس هناك حسب الأرقام المتاحة ما يزيد عن 1500 طالب في مقاعد الدراسة دون مرافقة ذويهم وهؤلاء أيضا سيعطون الأولوية وسيتم أيضا إعطاء الأولوية لمن تقطعت بهم السبل أي كانوا في زيارات قصيرة أو مبتعثين واضطروا بسبب الظروف التي يعاني منها العالم أجمع إلى البقاء خارج المملكة بعد عملية التسجيل سنقوم بالفرس وسنرسل لكل من تنطبق عليه أو يكون ضمن الأولوية سيرسل له رمز ويستخدم هذا الرمز في حجز تذكرة للعودة لأرض الوطن عبر أيضا مواقع وعنوين سيتم الإعلان عنها بالنسبة لكل من يعود سيخضع للإجراءات الوقائية سيكون هناك أماكن حجر في فنادق وأماكن حجر عامة منطقة الحجر ستكون في منطقة البحر الميت وكل من يعود سيشتري تذكرة السفر من الخطوط التي سيعلن عنها أو عبر المواقع التي سيعلن عنها وسيكون عليه أيضا تغطية كلفة الإقامة في الفنادق أو في أماكن الحجر العامة وقد قامت الجهات المعنية بالتحدث إلى الفنادق وحصلت على أسعار في حدها الأدنى وتفضيلية جدا للتخفيف من هذا العبئ وسيتم الإعلان عنها في الموقع أيضا بالنسبة لأماكن الحجر العامة كما قلت الكلفة في حدها الأدنى وستقوم الحكومة بتغطية كل من يثبت أنه ليس قادرا على تغطية نفقات البقاء في الأماكن العام إذن بعد ثلاث أربع أيام ننهي عملية الفرز حتى نعطي مدى للطلبة ليسجلوا بعد ذلك يعلن عن رحلات جوية إلى الدول المتواجد فيها الطلبة ستكون الأولوية طبعا للدول حيث الأوضاع فيها أكثر صعوبة وحيث هناك تواجد كبير لعدد الطلبة وسنتدرج بترحيلهم طبعا هناك محددات مثل توفر أماكن الحجر مرة أخرى أولوية ضمان صحتهم وصحت من سيعود إليهم من أهلهم هناك أيضا محددات خارج أرض الوطن فيما يتعلق بتوفر المطارات توفر القدرة على النقل الآمن للمواطنين من أماكن إقامتهم إلى المطار هذا باختصار هو عن موجز للآلية التي سنتبعها طبعا التجربة الأولى بالتأكيد سنقيمها بعد أن يتم التسجيل وسيكون هناك دروس مستفادة وسنقيم عملنا بشكل متواصل حتى نستطيع أن نرتقي إلى المهمة التي كلفنا بها سيدي صاحب الجلالة وهو تقديم الأفضل لأبنائنا في الخارج